في إطار مشاركتها في مهرجان العالمين وضمن برنامج فعليات وزارة الثقافة قدمت فرقة التنورة التراثية عروضا فنية في أولى فعليات قصور الثقافة بالمهرجان تضمنت الفعليات فقرات فنية واستعراضية مميزة تشتهر بها الفرقة وتشهد مشاركة هيئة قصور الثقافة في مهرجان العالمين هذا العام زيادة في عدد العروض الفنية بعد نجاح كبير في العام الماضي عروض مبهرة قدمتها فرقة التنورة التراثية في أولى فعليات قصور الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة واستحالة من الفرحة الجماهيرية الكبيرة الجماهير تفاعلت مع فرقة التنورة بالرقص والغناء في جو من المرح وسط أجواء مدينة العالمين الساحرة التي لا زالت تستقبل العديد من الزائرين لحضور فعليات مهرجان العالم عالمين السنة الثانية على التواليف نشارك في مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة والحمد لله زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي الاستبال وجمهور متفاعل معنا جدا والحمد لله ان شاء الله وبصراحة يعني ده مهرجان يريق بمصر بصراحة على أرض مصرية بمدينة جديدة احنا بنقدم كذا فقرة عندنا تنورة صوفية بنقدمها وعندنا تحميلة التحميلة دي بنقدم فيها الصلوهات للفرقة لقينا أنسب حاجة ان احنا نقدمها للناس وللموجودين عشان نقدر نبسط الناس هي التنورة الاستعراضية والحمد لله قدرنا نبسطهم هنا دقت الطبول وانطلق صوت المزمار إذانا ببدء فعليات فرق الفنون الشعبية التي لا يمكن أن تخلو فعليات مهرجان العالمين الجديدة منها فجاءت فرقة الحرية التابعة لقصور الثقافة لتنفيذ فعلياتها الفنية بالرقاصات الشعبية المختلفة التي تفاعل معها الجمهور كعادته كل عام بمشاركة فرق القاهرة والإسكندرية وسط حالة مبهجة لم تتوقف طوال الفاعلية فاقرة العقلة البسكليت اللي بمشي عليها وبنطي بيها بالعقلة بس رغم أن نعمل عملية وجاي عشان أسعد جمهور العالمين والأطفال بسعيد جدا لما يكون مبسوطين ولا شغال أولاد شاركوا أنهم عرفوا يعملوا حاجة بسيطة من اللي بقدمها النهاردة وكانوا مبسوطين جدا علشان شاركوا إن شاء الله النهاردة كنت أول مرة أعرف مهرجان العالمين زي ما أنت شايف قبل الجمهوري زي النهاردة على فقرة الساحر وطبعا النهاردة كنت الأول مرة بشارك بتريكات حاجات جديدة مدينة جميلة وكل مدى بتكبر وبنشوف حاجات أكتر وأكتر مبسوط بالمهرجان العالمين جدا اليوم جميل جدا وأكتر حاجة بسطة بها طنورة واتفعلت معها وكانت تعلوها حلوة جدا الفعاليات كلها كانت رائعة بصراحة والساحل كانت فكرة جميلة جدا عجبتني يعني يستمر البرنامج الثقافي بالعديد من الفعاليات التي تنفذ في المنطقة الترفيهية بالممشى السياحية والمدينة التراثية ليجد رواد مهرجان العالمين كل الأذواق المختلفة في الفعاليات الفنية والثقافية طوال فترة المهرجان ليتمتعوا بأكبر وأضخم نسخة لهذا المهرجان اشتركوا في القناة